اشتركوا في القناة صر فيه اعمال مش قبول الاستقالة يفترض حتى الان مع الاستقالة يفترض قانونا ومن الناحية نعم ان تبقى الحكومة كحكومة تصريف اعمال ونتمنى من الوزراء ان يعودوا الى اعمالهم لتصريف الاعمال لكن باعتقادي انه يجب ان ننظر الى وجهة نظر الوزراء من الناحية الاخرى هم يقولون انهم لا يتمكنون من تأدية مهامهم بسبب مثلا وجود اللجانة الشعبية او اللجانة الثورية التابعة لانصار الله وهنا يجب ان يكونوا صريح واضح مع انصار الله عندما يقولون لهم عودوا لتصريف الاعمال يطلبون منهم طلبات محددة انه لا تتدخل اللجانة الثورية على الاقل في هذه الفترة التي لتصريف الاعمال يدخل الوزير الوزارة باحترام ويدير عمل دون تدخل من احد اذا وافقوا انصار الله على هذا الامر على الوزراء ان يعودوا لمارسوا اعمالهم حتى لا تجير استقالتهم وكأنها موقف سياسي وليس موقف موضوعي من الاحداث التي حصلت لا يصح الوزير من حق ان يستقيل والحكومة من حق ان تستقيل لكن ليس من حقهم ان يمتنعوا عن تصريف الاعمال الا في حال ان يمتنع انصار الله عن تلبية مطالبهم المؤقتة واتمنى هنا وانا اوجه رسالة للاخوة قيادة انصار الله اذا كانوا فعلا يريدون ان تعود الحكومة الى العمل كتصريف اعمال الى ان يتم الاتفاق على صيغة جديدة وحكومة جديدة ان يرفعوا لجانهم الثورية بشكل مؤقت عن الوزارات ليتمكنوا الوزارة من العودة لان ما حصل في المرحلة الماضية كان هناك البلد كانت برأسين كان هناك الوزير وكان هناك لجنة ثورية داخل الوزارة وبالتالي كان هناك صراع يعني لا يمكن ان تدير او تقود سفينة او حتى سيارة برأسين في نفس الوقت ما سمعناش وزيرة الاعلام عندما تكتب وانا سألك كاعلام يعني عندما تكتب في الفيسبوك تابعوني على صفحتي في تويتر لك دهبها ان تستغيل لم نرى وزيرا لم نرى وزيرا نقول لا اقبل هذا الوضع فوقينا باستقالك معين اخي انا كتبت هذا الكلام قبل تقريبا اكثر من شهر عندما بدأ بعض الوزارة يتصل بي ويشتكي من الوضع الحاصلة قلت يجب ان يكون هناك وضوح يجب على الرئيس هادي وعلى الحكومة ان اولا في البداية يشركوا انصار الله في السلطة في مختلف مفاصلها بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشرط ان تعود الامور الى وضعها وان يسحب انصار الله لجانهم من الوزارات ولجانهم الشعبية الموجودة داخل الصناعة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بعد ان يتم استيعابهم ان وافق انصار الله على هذه التسوية بشكل واضح وصريح وشرعوا جميعا في تنفيذها يعني يبقى الرئيس وتبقى الحكومة واذا رفضوا انا طالب تقول تعالى الرئيس وعلى الحكومة تقديم استقالتهم وترك الملعب لانصار الله لدول البلد حتى يكون هناك جهة مسهولة نعم اخي محمد نحن الفترة الماضية كانت فترة غامضة وغريبة لا احد يتحمل مسؤولية الوزارة والحكومة والرئيس يقولون نحن ايدينا مغلولة من قبل انصار الله انصار الله بالمقابل يقولون نحن غير مشتركين في السلطة ولم نتمكن من الاصلاح ولا من مكافحة الفساد وبالتالي كانت البلد في حال ضياع لانه عندما لا يوجد شخص او جهة ما تتحمل مسؤولية الاخطاء سيجد الفساد مجالا اكبر سيجد حتى بعض الوزارة الفاسدين فرصة للإفساد وبالتالي كان يجب ان يحصل حدث ما يجعل طرف ما يتحمل المسؤولية ليحاسب امام الشعب وهذا ما يعني انت ترى ان اليوم الطرف انصار الله الان انصار الله اصبحوا الى جانب هم كانوا منذ تقريبا 21 تسعة الماضي هم السلطة العملية على الارض على الاقل في الجانب الامني والعسكري ولم يكونوا سلطة رسمية في مؤسسات الدولة اليوم بعد استقالة الحكومة واستقالة الرئيس الجمهوري اصبحوا هم السلطة الرسمية اضافة الى السلطة الحكومية لان الجانب الثورية التي في الوزارات تقريبا هي من يدير الوزارات نعم انت سياسيا تنتظر تترقب وغدا جلسة البرلمان والشورى نعم الجميع يترقب هذه الجلسة طبعا نحن هاجمنا كثيرا البرلمان وحتى شككنا في شرعية في فترة من الفترات لكن اقول بمعزل عن ما حصل سابقا وبمعزل عن مدى شرعية البرلمان يجب ان نتمسك بالشرعية الموجودة ايا كانت لانه البعض عندما يتكلم عن انه البرلمان لا يجب ان يدخل في الموضوع وانه غير شرعي ما هو البديل لا توجد سلطة اخرى لانه ما لم يأتي برلمان قديد فالبرلمان شرعي بغض النظر انا الان اقول انه لا يوجد لا رئيس جمهوري مستقيل حكومة مستقيلة ليس لدينا الا البرلمان بغض النظر عن مدى شرعية لنترك هذا الامر جانبا الان لكن يجب ان نمضي في هذا الاتجان تعرض الاستقالة على البرلمان بحسب النصوص الدستورية ان وافق البرلمان على الاستقالة وافق ان رفضها على رئيس الجمهورية ان يعود لمارسة عمله لثلاثة اشهر لكن في نفس الوقت هناك اشكال يجب ان نعترف بها ان رئيس الجمهورية اذا عاد لديه مطالب معينة من الطرف الذي اصبح قويا او مسيطرا على الساعة داخل صنعاء ويجب ان يتم تلبية على الاقل الحد الادنى من المطالب رئيس الجمهورية باعتقاد انا ليس لدي معلومات محددة لكن من مضمون استقالة الرئيس والمسببات التي قدمها للاستقالة انه منع كما يقول من تأديات واجبة او تم الضغط عليه بشكل او باخر الاصدار قرارات معينها لم نتأكد من صحة هذه الامور لكن على الرئيس ان يطلب مطالب محددة من انصار الله قبل ان يعود وفي نفس الوقت عليها ان يلزم نفسها بتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار وبالاخص بند الشراكة اخي محمد جرت تلاعب بهذا البند منذ نهاية مخرجات مؤتمر الحوار الى اليوم انا اقول ان انصار الله حاولوا جاهدين ان يشيركوا في مؤسسات الدولة بطريقة رسمية لكن للأسف سدت المنافذ امامهم وكتبت كثيرا قلت اذا سديتم المنافذ امامهم ومنعتهم وتم منعهم من دخول مؤسسات الدولة من الباب سيدخلون من النافذة وفعلا تم الدخول من النافذة لكن لم اكن انا تصور ان يكون الدخول بهذا الشكل يعني انت عطيتهم المخرج بعدها لا يعني يعني المشكلة ان احيانا يعني يحصل تناقض داخل الانسان انت تستغرب من بعض التوجهات الان خاصة في الجانب الميداني مثلا محاصرة وزير محاصرة نعم انا اليوم كتبت موضوعا على ما الداعي لاستمرار اعتقال بن مبارك ولماذا فرضت الاقامة الجبرية على بعض الوزراء نعم يعني انا ركزت على موضوع بن مبارك لانه باعتقادي انتهت مبررة اعتقال الرجل يعني اخذوا منه التسجيلات عرضوها عرضو الوثائق كان يراد ان يضغط على مثلا باعتقال بن مبارك على رئيس الجمهورية او على السلطة مثلا ليتم تطبيق الشراكة اضافة الى انهم كانوا يعتبرون بن مبارك هو من يتهرب من الشراكة ومن يدفع الرئيس بهذا الاتجاه المهم تم اعتقال الرجل استقالت الحكومة واستقال الرئيس الجمهورية الذي كان الهدف من اعتقال بن مبارك الضغط عليهم فمن داعي لبقاء الرجل واذا كان هناك ما يدين بن مبارك فعلا بالتخابر مع جهات اجنبية او بتلقي اموال كما قيل انه تلقى من المبلغ العربية السعودية مبلغ 19 مليون دولار وهذه المعلومة للأسف انه اكدها السفير البريطاني انه اكد تلقي بن مبارك هم السلطة يجب ان يحيلوا الملف الى النيابة العامة والقضاء وكل هذه الاجزاء اصبحت تقريبا في ايديهم ويتم التحقيق معهم يجب ان يعرف ان صار الله اليوم انهم الدولة ولا يجب ان يستمروا في هذا الازدواج بمعنى ان تظل لجان شعبية وسلطة خارج الدولة يمارسونها وفي نفس الوقت هم موجودة لجانهم الثورية وهي من تدير الوزارات وتدير المرافق الحكومية عليهم ان يعرفوا انهم الان اصبحوا دولة ليمارسوا السلطة عبر الدولة بدل من هذا الازدواج وبمعنى ان يتم تسليم بن مبارك من لجانهم الشعبية الى لجانهم الثورية الموجودة داخل مؤسسات الدولة عندما يسألون ان صار الله في هذه النقطة يقول لك احنا تصرفنا بشكل حضاري فضل انزل وانت في مكاننا في مكان آمن غيرنا وانا سمعت احد قيادي على احد القنوات يقول غيرنا ما اخذش الشهيد دكتور احمد شرف الدين لا بالرصاص وايضا قذبان هم عندما يسألوا هذا الموضوع يقول لك لا احنا بشكل حضاري حيدنا كامين عام لمؤتمر الحوار وايضا مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية الرد هذا مقبول بالنسبة لك يعني الظروف والحال الذي وصلت اليه البلد كل طرفها الان يبرر لتصرفاته وفعلا ارتكبت السلطة اخطاء جسيمة جدا لكن في النهاية تظل السلطة ويظلها على اقل شرعية امام الناس الاطراف الاخرى بما فيها انصار الله فعلا تم محاربتهم بشكل كبير ومنعوا من الشراكة قد يكون التصرف هذا مبررا من وجهة نظرهم لكن انا كانسان وكسياسي وكحقوقي بدأت حياتي كحقوقي لا يمكن ان اؤيد مثل هذا التصرف يعني لو كنت مكانهم لما نعت احمد بن مبارك مثلا من الوصول الى مكان عقد الهيئة الوطنية يعني اتصلت به وقلت له رجاء لا تستمر في موارسة عمرك سيتم مثلا اعتقالك ممكن مثل هذه الامور لم احبذ ان تصل الامور الى ما وصلت الي لكن وفي حال وصلت الامور باعتقالي انه اذا استنفذتم ما احتجتم من اعتقال هذا الرجل لماذا لا يتم اطلاق صراحة يعني انا احمد بن مبارك اول من هاجمه وانا في مكون انصار الله تشوف المضوع من جانب انساني اكثر ميلان نعم من جانب انساني انا هاجمت الرجل في مؤتمر الحوار وكان كان يحصل صراع بيني وبين احمد بن مبارك انا مثلا كنت يعني ارفض تسليم تقرير قضية الصعدة حتى يصدر الرئيس قرار جمهوري لاعتماد برتبات لشهداء صعدة وامسكت بالملف اتوا ببين عمر ليقنعني ورفضت اتوا بالاستاذ صالح هبره ورفضت وعارضت وقلت لان اسلم الملف ما لم يصدر قرار جمهوري لانه تم اصدار قرار جمهوري لاحداث 2011 ولأحداث الحراك الجنوبي قلت لماذا لا يتم اصدار قرار لشهداء صعدة وهم قبل كل هذه الحركات للأسف احمد بن مبارك توصل مع صعدة وتم الضغط عليه من داخل انصار الله ومن داخل المكتب في صعدة لتسليم التقرير بمعنى انا هاجمته قلت احمد بن مبارك بسياسته ومراوغته داخل مؤتمر الحوار وكلفته للجنة للإصدار القرارات أو إقرار وثيقة مؤتمر الحوار في الجلسة الأخيرة وعدم عرضها على تصويت شرعي وكتبت كثيرا علي وكتبت مقال بعنوان لسنا كنبار سامر مبارك لكن كنت عرض حمد مبارك بشكل سياسي وكنت أتمنى أن يتم إقصائه بطريقة سياسية لم أكن أريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد بس أنت أثناء الاعتقال كنت لسه عوض مكتب سياسي يعني بمعنى ما نقش الموضوع في المكتب السياسي أنا طبعا عبرت وهجمت اعتقال بن مبارك وسميته اختطاف لأنه فعلا هو هذا أحد أسباب استغالتك علي يعني لدي أسباب كثيرة كانت جزئية منها طبعا مسألة حمد مبارك جزئية وأنا وعدت وقتها باتخاذ موقف وكان الموقف التسريع بعرض الاستقالة معانا الاستقالة عرضتها قبلها بفترة لكن استقالة رئيس الجمهورية واستقالة الحكومة دفعني لإعلان الاستقالة يعني كنتم متفقين أن نؤجل هذا الأمر حتى تهدى الظروف أحببت أن ألعب دورا دور الوسيط لأنني وجدت أن البلد على حافة الانهيار والتمترس الخروج من المكتب السياسي من حق مسافة ومساحة تلتقي بكل أطراف أنا وجدت أن التمترس مع طرف سياسي في هذه اللحظات الحارجية التي تتفكك فيها البلد هناك دعوات طهفية هناك دعوات مناطقية قلت يمكن أن أمارس بعض الدور الوسطي لأتمكن من عمل شيء يعني أنصار الله لن ينقصهم شيء بخروج علي البخيتي هناك الملايين أصبحوا اليوم معهم لكن في دائرة الوسط والوسطية والكلام الموضوعي ومند البناء أعتقد أنه قلة من يمثلنا هذا التيار فأحببت أن أكون في هذا المكان مع أن البعض اتصل بي وقال لي ما هذا التوقيت الغبي لتقديم استقالتك في الوقت الذي سيطر أنصار الله على السلطة وفي أقرب اتفاق سياسي سيكون لهم تعينات في وزراء في غيرهم وأنت كنت من أهم المرشحين قلت يا أخي ببساطة أنا لا أنكر أن لدي طموح سياسي لكن لا أريد أن يأتي الطموح السياسي والتعين في المناصب على حساب الشراكة الوطنية لا أريد أن نأخذ شراكة بناء على غلبة لا نريد أن نكرر لا تجربة علي عبدالله صالح في الحق ولا تجربة الإخوان المسلمين منذ عام 2011 مسألة الغلبة تكون الشراكة صورية أحببت أن أتولى أي منصب وهناك وفاك سياسي حقيقي لأتمكن من أن أعمل بشكل صحيح إضافة إلى أن لا يمكن أن أعمل في جو فيه مثل هذا التضاد فيه وزارة هل صحيح أنك رقبت على أنصر الله لكي تصبح وزيرا في حقومة السياسي المشاركة؟ هذا الكلام غير صحيح وهناك معلومات متناقضة حول هذا الأمر قرأت أنت؟ نعم قرأت الكثير من التهم للأسف من بعض حتى الأطراف لما تأكد أنه ما لا هناك رواية قد يشهد لي فيها أكثر من عشر مسؤولين كبار يعني عندما نزلت مع اللجنة التي كان يرأسها بالدكتور أحمد من دغل لزيارة سيد عبد الملك الحوذي والالتقاء بقيادة أنصار الله وقتها لمناقشة الأوضاع ومحاولة إيجاد صيقة الاتفاق عرضوا على سيد عبد الملك مجموعة من الحقائب الوزارية من الطرف الذي عرض دخول أنصار الله في الحكومة؟ أنا من رفع يدي وقتها وسأذنته من سيد عبد الملك الحوذي وقلت له اسمح لي بهذه المداخلة مع أنه لم يكن هناك مداخلة لي في الجدول قال تفضل تكلمت وقلت إذا اشتركنا في الحكومة بهذا الشكل اليوم فإننا سنقع في فخ سألوني ما هو الفخ؟ قلت الفخ الذي وقع فيه المشترك عندما دخل في الحكومة ولم يتمكن وزرائه أو كان جزء من الفساد الذي حصل وبسبب تضاد الوزراء المؤتمر وكان المناخ السياسي صعب لم يتمكن أي وزير من الإصلاح لا أقصد من الإصلاح الحزب السياسي من عمل الإصلاح وبالتالي فشلوا وخسروا وأصبحوا اليوم المشترك في الوضع الذي هم فيه وقلت للموجودين إذا تم إشراك أنصار الله في الوزارة اليوم فإنهم لن يستطيعوا عمل أي إصلاحات لن يستطيعوا مكافحة الفساد لأن الوزير لوحده دون وجود لكوادر داخل الوزارة قريبة من هذا التيار السياسي لن يتمكنوا من عمل أي إصلاحات وسيتم إفشالهم وفي ذلك الوقت كان لازال علي محسن الأحمر موجود كان لا يزال الكثير من الأطراف السياسية مسيطرة على الوزارة وستمنع أي إصلاحات يمكن أن ينوفذها وزراء أنصار الله وبالتالي سيتم إفشالهم وقلت لسيد عبد الملك إذا دخلنا الحكومة الآن فأنا أقول لك لن يأتي سنة أو سنتين إلا والشعب يثور علينا ويبحث عن أطراف سياسية جديدة واستغرب الوزراء ورد علي أحمد بن دغر قال معنا ذلك أننا فاسدين يعني قلت له المنظومة فاسدة بالكامل ولا أنصح السيد عبد الملك بأن نشترك كوزراء وتم مهاجمتي من الموجودين وبالتالي أنا من دفع باتجاه هذا الأمر بأن لا نشترك ولا صحة لكل التسريبات التي حصلت وأطلب هذا الأمر مهم أطلب من من حضر ذلك اللقاء كان على موجود الأستاذ يوسف أن يقول شهادة أن يقول شهادة نعم إلى جوار أنظار الناس إلى البرلمان وأنت واحد منهم هناك من يقول أيضا بحاجة إلى نقاش سياسي بين الأطراف المسألة الدستورية أوكي إما ثلاثة أشهر للرئيس إما الرئيس البرلمان لمدة شهرين ثم انتخابات إنما إلى جوار هذه العملية الدستورية إذا جازلنا على التعبير لابد من وفاق سياسي لكل الأطراف على مخرج الماء هل تؤيد هذا الموضوع؟ نعم أنا يعني عندما تعقد الجلسة باعتقادي أنه ستحصل بلبلة ولن يخرجوا بنتجة أولا لأن هناك إشكالية يجب أن يفهم الجميع أن مجلس النواب اليوم ليس مجلس النواب سابقا بمعنى أنه من الصعب عليهم اتخاذ القرار بالأغلبية لأنه تم تعديل دور مجلس النواب بمجابة المبادرة الخليجية في حال كانت هي الشرعية التي حاكمها لليمن إلى اليوم أنه اتخاذ القرارة داخل مجلس النواب يتم بالتوافق والتوافق لن يحصل في مجلس النواب وإذا حصل خلاف مجلس النواب ولم يتم التوافق يعرض الأمر على رئيس الجمهورية طيب رئيس الجمهورية الآن قدم استقالته بالتالي هناك خلل دستوري وقانوني لا أعرف كيف سيتم الخروج منه إضافة إلى أنه كان يفترض أن تلتق القوى السياسية قبل إنعقاد جلسة مجلس النواب حتى يتفاهموا ويضع كل طرف شروطه على الطاولة بوضوح يا أخي ما ينقصنا في حواراتنا عدم الجدية عدم الوضوح يعني تدخل الأطراف السياسية في الإنشاء وفي الوطن وفي الوطنية وإذن يعني ما فيش توازن يعني كل أحواراتنا يعني ما واحد قوي أوي علاق اللي يشعر أنه قوي وقوي بالخارج لا توجد شفافية في الطرح يعني كل طرف في المفاوضات لا يعني هو يقول أنا أريد كذا كذا أنا أريد تطبيق اتفاق السلم والشراكة وهذا مفهومي لاتفاق السلم والشراكة وهذه النسبة التي أتوقعها للشراكة في السلطة على الأقل في المرحلة الانتقالية وبعدها تعود الأمور إلى المعايير هذا من ناحية من ناحية ثانية أننا أضعنا أهم الفرص أنا كنت أقول لحتى قادة الإخوان في الحوار الوطني عندما كنا نخوض معترك الحوار أنه الآن هناك توازن قوة بينكم مع علي محسن وغيره وبين أنصار الله توازن القوة هذا سيصنع السلام توازن القوة هذا سيدفع الجميع للشروع في بناء دولة تفادية للإصدامة لا تخسروا هذا التوازن استمراركم في تفجير المعارك في كتاب وفي غيرها كانت تلك الأيام المعارك مشتعلة وفي الدماج وفي غيرها في النهاية سينتصر أنصار الله لأنني كنت أعرف ميزان القوة أمام تيار سياسي شاب ليس في السلطة لا يملك ما يخسره وتيار مترهل تعود على السلطة لسنوات طويلة وعقود طويلة أكصد بهم الإخوان المسلمين ومجموعتهم يعني تيار أصبح ضعيفا تيار أصبح غير قوي على الساحة في النهاية سينتصر أنصار الله على هذا التيار وكنت أخشى من هذه اللحظة عندما نفقد هذا التوازن أن الطرف المنتصر يعني تطغى لغة القوة ومنطق الغلبة على تصرفاته بسبب الأطراف السياسية أنا أقول أن الأطراف السياسية ممثلة في أحزاب المشترك إضافة المشترك المؤتمر الشعبي العام دفعوا أنصار الله بشكل أو بآخر إلى استمرار المسألة العسكرية والأمنية ورفضوا إشراكهم بشكل حقيقي في العملية السياسية لا كان موجود في الحوار الوطني كل الأطراف أقول لك أخي بصراحة بصراحة أنا سأعطيك معلومات المستبع عن المؤتمر بس أقول لك من 2011 أنا أكلمك بصراحة المؤتمر كان مستهدفا ضمن تيارات نعم المؤتمر مستهدف لكن عندما يحصح صلحك وتأتي لحظة اكتسام الكعكة إنجاز التعبير ويريد الأطراف السياسية أن تدخل كل الأطراف الموجودة في السلطة تحاول عرقلة هذا الأمر لأن حصة الأطراف الجديدة أنصار الله والحراك والتيارات الأخرى التي لم تكن في السلطة ستكون غالبا على حساب كل التيارات لذلك كنا نرى تمترس الإخوان مع المؤتمر مع كل الأطراف السياسية ضد هذه التيارات الجديدة لكي تبقى خارج السلطة هذا التمترس هو ما أدى ودفع أنصار الله إلى التقليل من شأن الخيار السياسي أخي الكريم كان صوتنا كسياسيا داخل حركة أنصار الله أيام مؤتمر الحوار قوي جدا وكنا نتزعم الخطاب للحركة لكن بعد فشل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار وبعدما حصل من إرباك في آخر جلسة لمؤتمر الحوار وعدم التصويت بشكل حقيقي إضافة إلى محاولة تمرير مخرجات لجنة الأقاليم وكأنها جزء من مخرجات الحوار وغيرها من الإنقلابة التي حصلت لا أريد تكرارها الناس يعرفونها هذا دفع الناس داخل أنصار الله إلى اعتبار أن العملية السياسية فاشلة وأن الميدان هو المحك وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن إليه إلى أن أصبح صوت القوة وصوت الغلبة داخل أنصار الله هو الأقوى ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه لكن في المقابل أنا أقول الأنصار الله لقد وصلت في القوة إلى مدهة الأعلى استقال رئيس الجمهورية استقالت الحكومة الآن يجب أن يعود العمل إلى مربع السياسة يمكنكم أن تحكموا اليمن بدون شراكة لا أمكر هذا الكلام يعني إيجاد أي مخرج لتعيير رئيس الجمهورية وحكومة ويكون هناك شراكة سورية لكن أنا أنصحكم وعندما أقول لأنصار الله لا تحكموا ليس كرهاً ولا انقلاباً عليهم ولا رفضاً لهم ولا إقصاء لهم أنا أقول أن هذا خطر عليهم الإخوان المسلمين نصحوا في مصر بأن لا يتولوا السلطة وتولوا السلطة وفشلوا وانظر إلى أن وصلوا الإخوان المسلمين في اليمن نصحناهم كثيراً اشركوا التيارات الجديدة في السلطة لا تتزعموا أنتم فقدوا السلطة وتحملوا المسؤولية وحدكم وتمسكوا بالسلطة ورفضوا إشراك بقية التيارات وأكسوا حتى المؤتمر الشعبي العام لأن رئيس الحكومة كان معهم ويديره مدير مكتبة من مكتب حميد الأحمر وكانوا تقريباً أهم الوزارات وهي المالية وتخطيط التعامل الدول والإعلامات الوزارات المفصلية كانت في يدهم وبالتالي تقريباً كانوا هم الحكومة المواطن ذكي لماذا لم يحمل المؤتمر فشل للحكومة هم يعتقدون أن هذا المواطن بسيط لا يعي أو لا يفهم مع أن كان للمؤتمر الشعبي العام نصف الوزارة والإخوان المسلمين خمسة وزارة لكن المواطن كان يعرف أن الطرف الأقوى هو التجمع اليمني للإصلاح داخل الحكومة وبالتالي حمله المسؤولية وصقط الإخوان المسلمين وبقي المؤتمر الشعبي العام المؤتمر في الأيام الأخيرة اشتغل كحزب سياسي ليس في الأيام إنما في الأيام الأخيرة بعد خروجه من السلطة اشتغل كحزب سياسي وأنا أعتبر أن المؤتمر اليوم أصبح حزبا رائدا لماذا؟ يعني عندما دخل الحكومة الحالية حاولوا إشراكها بشكل صوري رفض وعلن عدم حضوره في الحكومة هذا قرار الشجاع أن يخرج حزب من السلطة بشكل أو بآخر التحم بجماهيره المؤتمر اليوم ليس في السلطة وهناك مفارقة عجيبة يعني أتمنى أن يستوعبها حتى الرئيس هادي مثلا علي عبدالله صالح لم تعد في يده سلطة لم تعد في يد الخزينة العامة فقد الدعم الإقليمي الدعم الدولي يعني كل الدول اللي حاصرتها تقريبا ومع ذلك يحظى بشعبية أكبر من الرئيس هادي داخل المؤتمر والغريب أنه لا زال يحظى بشعبية حتى داخل المحافظات الجنوبية يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال يعني باعتقادي أن الرئيس هادي للأسف فشل في احتواء المؤتمر الشعبي العام تمادى في تحالفه نوعا ما مع تجمع اليمني للإصلاح حتى شعر أعضاء المؤتمر أنه إخوانيا أكثر من الإخوان الرئيس هادي كذلك معذر من ناحية أخرى لأنه كان يشعر أن علي عبدالله صالح ينافسه داخل حزب المؤتمر وكان يحاول كسب الأطراف له وحصل الصراع بينه وبين الرئيس صالح على المؤتمر الشعبي العام وهذا ما أدى إلى فشل عملهم داخل المؤتمر المهم أن هناك إرباكات كثيرة حصلت داخل الساحة اليمني نعم في جمال بن عمر أجرى حوارات اليوم كسياسي يمني وأنا أحييك أنك قلت أنه نحتاج إلى تيار متحرر يقود وساطات بين الناس ويقود النقاشات ألا تستغرب أن ما فيش مسؤول يمني تحرك اليوم وتحرك المبعوث الدولي طبعا احترامنا وتقديرنا لكن في نهاية المضاف لو في مجموعة مثلا وفقا لرؤية علي مجموعة اتخذت موقف أنه لا وضعنا شغلنا شغل على البلد أن ننهي التزاماتنا الحزبية والأسداريس مستغربا أن يتحرك بن عمر لحالة اليوم نعم هذه أزمة أزمة يجب أن نعترف بها أنه في البلد أصبح هناك استقطاب حاد بشكل كبير وصل الاستقطاب إلى مرحلة يعني بدأ استقطاب طائفي استقطاب مذهبي استقطاب مناطقي وللأسف لم تعود هناك أسماء معروفة يمكن أن تثك فيها جميع الأطراف مثلا كنت أتمنى أن يكون الدكتور ياسن سعيد العمان حتى وإن كان خرج أو تم تعيين قيادات جديدة بدأوا في الحزب الاشتراكي أن يكون موجودا وهناك أسماء مثلا الشهيد الدكتور رحمة الله عليه محمد عبد الملك المتوكل وغيرهم هذه الأسماء التي يمكن أن تكون حلقة وصل بين الأطراف السياسية ويمكن أن تكون موضوعية في طرحها يعني أصبحت الساعة تفتقد مثل هذه الأسماء لا أحد اليوم يقود وساطة بشكل عملي بن عمر يا أخي هو يؤدي دوره بن عمر البعض يحمله الفشل بن عمر هو يتعامل مع ميزان القوى على الأرض يعني ماذا يفعل بن عمر يعني هل تريدون بن عمر أن يقاوم مثلا أنصار الله البعض يعني يقول لماذا يتعاون معهم يعني تريدون أن يتحول بن عمر إلى علي محسن الأحمر أو إلى علي عبد الله صالح أو إلى عبد ربو منظور هادي هو يلعب في فضاء أو في فن في فراغ سياسي تركتو كيمنين وانا تحرك بالتأكيد ويلعب بفن الممكن يعني استقالتك من طبعا ما فيش قلت لي قبل أكون على الهواء قلت ما فيش بالنظام الداخلي حقا أنصار الله موضوع قبول استقالة من عدمها إنما أنت تعتبر نفسك اليوم مستقيلا من أكيد يعني هل تريدون أن ترجع الموضوع لعندي الحياة الرائمة هلن صعبي يكفينا الرئيس الجمهورية عدم دخلت استقالتك المعمعان أيضا الناس تحدثوا عن استقالة الرئيس هادي والحكومة وفي جزء أيضا يتحدثون عن استقالة علي البخيدي ويسألون أيضا عن التوقيت أنت قبل قليل قلت أنه سديتم الأفق أمام أنصار الله لماذا تسألون اتقاههم للجانب الميداني لم تشرقوهم كانت لهم مجد نظر في الدستور لهم مجد نظر في الشراكة في الحكومة فأنت ضمنيا مع أنصار الله في الخواطة التي اتخذتمها فقد يسألونك لماذا استقالت البعض يظن أني مثلا انقلبت على أنصار الله وسأكون عدوا لهم يعني أنا لا أفهم أسباح الشعب اليمني يعني يطبق نظرية بوش إنجازة حابير مجلس الشعب اليمني إن أغلب النخاب السياسية ما ليس معنا فهو ضدنا لماذا هذا الموضوع أنا مع أنصار الله في مظلوميتهم وسأستمر معهم في مظلوميتهم وفي حقهم في الشراكة لكني ضد التجاوزات والأخطاء التي حصلت مؤخرا ولا أقبلها يعني أنا مثلا هاجمت بن مبارك ثم انتقلت تصرفهم معه هاجمت الرئيس في عدة مقالات الرئيس هادي بشكل موضوعي لكن اليوم أعلن وقوفي مع الرئيس هادي إذا كان فعلا محاصرا في منزله فهذا يتنافى مع حقي كمواطن اليوم هادي ليس فخامة رئيس الجمهورية على الأقل إلى أن رئيس سابق نعم هادي مثلا رئيس مستقيل لكن في النهاية يجب أن يتعاملوا مع هادي أنه مواطن المواطن هادي أنا أريد حقوق المواطن هادي أريد حقوق المواطن أحمد بن مبارك أريد حقوق المواطن محمد المخلافي مدائي اليوم مثلا لمحاصرة الوزير محمد المخلافي هذا وزير مدني لم يحمل سلاحا لم يواجه أنصار الله مدائي لمحاصرته داخل بيته يعني يقولون أنهم مثلا يحموه من إذا كنتم فعلا تحموه وهناك معلومات أمنية بحكم أنكم المتولين لملف الأمني يجب أن تكون الحماية بالتنسيق معه أن يسمح لأهله بزيارته أن يسمح لمدير مكتبه بدخول المنزل مدير مكتبه تصل بي أكثر من مرة وقال رفضوا أسمح لي إذن قد نتفهم بعض مخاوفكم الأمنية لكن على الأقل كونوا واضحين في مثل هذه الأمور هل هذا صوتك الوحيد في المكتب السياسي ما حد كان نشاهد لك الرأي هناك أصوات لكنها لا أقول لا تتجرع من داخل المكتب السياسي نعم لكن هناك أصوات عقل كثيرة داخل حركة أنصار الله وداخل المكتب السياسي لكن هناك فرق وحيد بيني وبينهم أني انتمئت لحركة أنصار الله من بوابة السياسة وليس من بوابة الدين بوابة الدين والمذهب ترسخ ثقافة الاتباع بوابة السياسة وأنا بحكم خلفيتي الإسارية وقراءاتي تجعلني أكثر تحرراً في النقد في المجوم في النقد الموضوعي لهذا التيار وبالتالي كنت متحللاً من هذا الأمر واستطعتم ممارسة بعض النقد وللأمانة أن الكثير من الأطراف داخل أنصار الله كانوا يدعموني وكانوا يقولوا خفف حدة النقد ولا مانع من بعض النقد البسيط إضافة إلى أني أريد أن أشيد بموقف السيد عبد الملك الحوثي عندما كنا في الجلسة بوجود الإرياني الدكتور الإرياني كان يستجهد بمقالاتي عندما يهاجم من السيد عبد الملك فقال السيد عبد الملك كلمة رائعة عجبتني وأحب أن أقولها للناس قال نحن كذلك الإرياني قال أحب أن يكون صريحاً معه حتى في نقده يعني ليس فقط تكلم عن نقدي لهم نقد الإرياني فقال السيد عبد الملك نحن نتعطش للنقد البناء قال نحن تحملنا سنوات طويلة يتهمونا بالتكفير يخونونا قالوا أننا فرص أننا عملاء لإيران أننا رفعنا شعار حزب الله أننا نريد الإمامة فعندما يأتي نقد موضوعي سواء من أي مكان من داخل أو من خارج الحركة قال نحن هذا أمر جيد ومستحب وسنستفيد منه يعني هو يرحب بهذا النقد كان العتب البسيط أنه لأنه عضو مجل السياسي كان يأخذ النقد من باب الشهادة من باب أنه وشهد الشهاد من أهله أنا حليت هذه الإشكالية لهم لذلك أقول لأنصار الله لا تنزعجوا من هذا الأمر في النهاية علي البخيط الذي عهدتموه مدافعا عن مظلوميتكم سيظل طالما كنتم مظلومين وعليهم أنه لم أتغير أنا إنما تغير موقع الحركة موقع الحركة كانوا حركة معارضة مظلومة مقصية في سفيان اليوم أنصار الله داخل صنعاء هم السلطة هم السلطة هم المسؤولة وأنا بطبيعتي ثوري أنتقد وعارض وقد أظل معارضا طوال حياتي مكانوا جاهزين هذا الانتقال عليه باعتقاد مكانوا جاهزين هذا الانتقال وخلاص فجأة ستكون الأمور بيدكم أعتقد أنهم لم يكونوا جاهزين لمثل هذه السيناريوهات مع أني طرحتها في كثير من مقالاتي وقلت بشكل واضح هذه الحكومة ستستقيل خلال أشهر وكأن لدي معلومات والمسألة هي مسألة تحليل قلت في المكتب السياسي في المكتب السياسي وداخل في مقالات كنت أنزلها ومقالاتي مبروئة غالبا من أعضاء المكتب السياسي أعود لسؤالك بالنسبة لتوقيت الاستقالة الاستقالة كانت موجودة ومطروحة على المكتب السياسي وعلى سيد عبد الملك لكن فضلوا التريض حتى لا يجير خصومهم الاستقالة ضدهم معنى لي منطلقات أخرى لكن لأن استقال الرئيس الجمهورية واستقالة الحكومة وجدت أنه يجب أن أعلن استقالتي لأتمكن من لعب هذا الدور وليتمكن من نقد أنصار الله والبعض مثلما قلت لك انتقد توقيتهم من ناحية أنها ضرر على مصلحتي فقلت لهم بالعكس يعني أنا انتميت لأنصار الله وتعاطفت معهم بالأحرى وسجنت بسبب هذا التعاطف في عام 2008 وكانوا لازالوا بعيدين جدا عن صنعاء وعلنتوا الاستقالة وهم في أوجه قوتهم وهم أصبحوا المسيطرين تقريبا على الملف السياسي على الأقل داخل صنعاء وبعض المحافظات الشمالية وبالتالي لا يوجد انتهازية لو كانت المسألة مسألة انتهازية كنت انتظرت إلى أن أصبح لمنصب أو غيرها المهم أن أتمنى أن لا تفهم الاستقالة بشكل خاطئ نقدي لهم سيكون أولا في مصلحتهم لأنه يجب أن ينتقدهم من يجدون أن هناك تصرفات خاطئة حتى يحصل لهم صدمة أنا أقول وبصراعة يجب أن يحصل لهم صدمة حتى يعني تراجع وتراجع قيادة الحركة التصرفات التي تحصل في صنعاء أو على الأقل تصلهم أنا أقول أن الكثير من المواضيع لا تصل السيد عبد المالك بشكل واضح وصريح يجب أن تصل لهم هذه الأمور ويشعروا بصدمة وأن هناك الكثير من الناس سيهاجمونهم بما فيهم من كانوا معهم حتى يراجعوا تصرفاتهم لماذا أقول يراجعوا تصرفاتهم حتى لا يكون مآلهم مآل الإخوان المسلمين في مصر أو في اليمن وأنا كتبت مقالا في بداية الأحداث في شهر تسعة وقلت يعني الورطة التي ورط أنصار الله أنفسهم مثلا بهذا الانتشار أو الفخ الذي أوقعوا أنفسهم فيه اليوم تخرج مسيرات ضدهم صحيح عدادهم قليلا لكن الناس ستتكاثر يعني سيكثر الخارجون فيها وبالتالي عليهم أن يدرسوا هذا الموضوع وأن لا يكابروا أخي ولو أطيل قليلا في هذه الفكرة نعم لفاصل نعم الكثير من الأطراف السياسية للأسف عندما تصل للسلطة تصاب بعمى السلطة لم تعد تقرأ الشارع من ينتقدوهم يتعرضون لهجوم شمع سواء أنا أو غيري والسلطة لا أدري هل هي تصاب يعني تصيب الأطراف بالعمى ويمارسوا نفس الأخطاء يجب على أنصار الله من حبي لهم أقول لهم يجب أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يقعوا في الفخ الذي حذرتوا منه في شهر الساعة نعم سنذهب إلى فاصل والحديث مازل مستمرا مع علي البخيتي وكما بالتابعون أرى واضحة وأمور واضحة وأنا أحاول أن أعطي انطباعات الطرف الآخر هناك من قال أن علي البخيتي طرد من المكتب السياسي ولم يستقل وهذا هو سؤال القادم له بعد الفصل أحييكم أينما كنتم قبل أن يستمع لإجابة الأستاذ علي البخيتي فهيقى السيدة العالم العربي لعام 2014 كرمت من مؤتمر عربي وصور أمامكم وقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتم تكريم السيدة الأستاذة فهيقى السيدة المؤتمر بناء الهوية الاقتصادية في العالم العربي الذي أقيم الأسبوع الماضي بمدينة دبي برعاية الشيخة فاطمة بن زايد آل النهيان مبروك للأستاذة فهيقى السيد القيادية الكبيرة في المؤتمر الشعبي العام سألنا يعني مش رسميا ولكن في حديثي بيضرح أنه فصل على البغيط ليس الهدف الاستقالة كيف تريد علي والله هذا يعني كذب وافترى وكل قيادات أنصار الله في المكتب السياسي يعني يعرفون هذا الكلام ومن يدعي هذا الأمر عليه إثباته بالعكس أنا أمام تيار سياسي رائع جدا نحمل نقدي كثيرا باعتقادي أن وأنا كتبت هذا في الموضوع أن وجدت منخ من الحرية الداخل أنصار الله أكثر من بعض الأحزاب السياسية التي قدست زعاماتها يعني السيد عبد الملك عندما ذهبت إلى صعدها كنت أعتقد أنه سيستقبلني وهو ممتعض وهو غضبان مثلا علي لكنه استقبلني برحابة صدر طيب مدام الرجل الأول يقدر ما تفعله لماذا تستغيله قلت لك استقبلني برحابة صدر وعزمني على تناول فطول لأنه كان صائم ويجرسه معه لأكثر من ثلاث ساعات بحضوره الساتح يا قاسم أبو عواضة هو لا أقول أنه مثلا يعني داعم لما أقوم به هذا الكلام غير سعيد أنه تفهم نعم لكنه تفهم وعاتبني على مسألة قال أن نشر يعني الأطراف الأخرى تجيره نحن نقدر نيتك ونقدر يعني ما تقوم به لكن الأطراف الأخرى تجيره بشكل سلبي وحصل نقاش حول هذه الأمور لكن الرجل كان متفهم كان ودود جدا للغاية لذلك أنصح أن السيد عبد الملك يقرب من صنعاء أو يأتي إلى صنعاء ما هي المشكلة عندما يأتي صنعاء ويلتقي بالنخبة السياسية ويعرف المواضي عن قرب لأنه نتيجة بعده وظروفها الأمنية يعني تقريبا هو معزول نوعا ما بسبب ظروفها الأمنية إذا قرب من صنعاء سيتمكن من التقاب السياسيين بالالتقاب بالنخبة بالمثقفين بالإعلاميين بغيرهم باحتجاجي أنه سيكون مضطلعا أكثر على الوضع لن يكون هناك فاصل أو فارق بين ما يرفع له وبين الحقيقة على الأرض أنا أقول لأنصار الله وأقول لجميع التيارات السياسية ما يرفع من الميدان أحيانا لا يكون كل الحقيقة الميداني سواء الأمني أو العسكري يضطر لتبرير ما قام به وبالتالي يجب أن يكون السيد عبد الملك أقرب لهذا الأمر هو اليوم الشخص الأكثر فاعلية في القرار السياسي داخل اليمن وعليها أن يتحمل مسؤولية حضوره إلى صنعاء والالتقاب بمختلف الشرائح ليس فقط السياسيين من الخطأ فقط أن يلتقي السيد فقط بالسياسيين ورؤساء الأحزاب هناك نخب اجتماعية أخرى هناك نخب سياسية يعني لماذا لا ينزل الكثير من الكتاب الموضوعيين حتى الذين يلتقدون أنصار الله ويلتقون بالسيد عبد الملك ويشرح لهم ما يحصل وهو يرد عليهم بما عنده يجب أن يحصل حوار حقيقي بين مختلف الأطلاق أي شي السيناريوات البداية من الغد علي فيما يتعلق بالحكومة باعتقادي مجلس النواب باعتقادي مجلس النواب سيفشل في يعني الجلسة ولن يصل إلى قرار ويجب أن يكون هناك توافق سياسي بين مختلف القوى قبل عقد أي جلسة نحن مش دستوني لنا ولا أنت ولكن أعتقد أنه سيكون الالتزام بالدستور مش بنص المبادرة الخليجية على التوافق يعني في النهاية سيحصل طعم يعني الدستور إما رفضت ثلاثة شهر للرئيس وانتخابات أو الرائي رئيسا الشيخ رائي رئيسا وشهرين وانتخابات أنا يهمني أن أن تنفي الأمور يعني مش معقول يكون الفراغ يا علي بدءا من الغد يكون الفراغ البلد لن تتحمل مثل هذا النوع من الفراغ فيه يجب أن يكون أنا بالنسبة لي بغض النظر عن عن مدى صوابية أي رأي هل فعلا يعني يتم تفعيل الدستور قبل المبادرة الخليجية أو بعد المبادرة الخليجية ما يهمني أن يسلكوا الطريقة الأكثر شرعية إنجاز التعبير لأن البلد بحاجة إلى التمسك بشرعية ما حتى لا تسقط فيه وإذا ما في التوافق علي إلى جوار الأداء فأنت ستلقى إلى الدستور ليه موجود نعم نعم في النهاية عندما يحصل الأمر يجب أن يحترموا النص المكتوب وعلى فكرة الدستور الموجود الحالي أفضل بكثير من الدستور الذي صيغ في الإمارات العربية المتعدة يعني عندما قرأته والله أني شعرته بمهزلة دستور يعني هزيل يعني هزيل جدا على الأقل على مستوى الصياغة يعني تم كلفتته بشكل غريب وعجيب لكنه في النهاية مسود الدستور لماذا يعني مثلا الناس طرحت امتعاضات حول الحكومة للأسف لم تلتزم الرئاسة والحكومة ورفع أنصار الله شعار قازلوا به الموضوع هذا حقهم كان هناك سياسة فرض الأمر الواقع للأسف من الرئيس ومن الحكومة ومن أركان السلطة كانوا يضعون أنصار الله أمام الأمر الواقع يعني في البداية أتى أنصار الله من مربعات الحرب ومربعات القوة لم تكن لهم تجربة سياسية قوية أتوا بحسن نية يعني كانوا يتوقعون أن سيستقبلهم الأطراف في صناعة برحابة صدر لكنهم فجوا أن هناك مراوغات أن هناك أكاديب أن هناك تدليس فسايروا الوضع لكن في النهاية اتخذوا طيب الشيخ الراعي ووفد من المؤتمر في السعودية هناك وفد من أنصار الله قبل وفاة الملكة عبدالله ما تحدث معك عن معلومات وفي خبر عنه أمين عمل المؤتمر سادة عرف الزوكاس العواضي في صعدة هذه التحركات وفد من أنصار الله أين؟ في السعودية قبل وفاة الملك أنا لا معلومات لدي حول هذا الموضوع لا ممكن يكون في وقت لا أنا أستبعد هذا الأمر ولا أمفيه لأنه لا تجد لدي معلومات أستبعد هذا الأمر لأن المناخ لزل متشنج نوعا ما بين المملكة وبين أنصار الله معاني أدعو وبهذه المناسبة إلى ضرورة أن يكون هناك تقارب وزيارات متبادلة ولقاعة بين أنصار الله والمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية جارة لا يمكن أن ننزع الجغرافية من الخارطة يجب أن نتفهم مع المملكة العربية السعودية نحن كيمنين وأنصار الله يجب أن يفتحوا قنوات مع المملكة وعلى السعودية أن تقبل فتح قنوات معهم عندما يظل هذه النغمة السعودية في وسائل إعلامهم أنهم تابعين لإيران أنهم 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 أخي الكريم عندما تحاصر أي طرف سياسي محليا وإقليميا وتستخدم كل أموالك لمحاصرته إذا وجد منفذ في إيران في لبنان في العراق بالتأكيد سيتحالف مع أي قوى أخرى يعني لماذا ندفع أنصار الله إلى جهات بعيدة عننا لماذا السعودية لا تفتح معهم حوارا إذا كان لديها مخاوف من أنصار الله في أمور معينة تطرح على الطاولة ويتم مناقشتها السعودية دولة جارة يجب أن نحترمها يجب أن نحترم اتفاقية الحدود معها يجب أن نحترم مخاوفها كذلك لكن هي بالمقابل كذلك ومولت الستة الحروب التي ضدهم وعلى الجميع أن يطرح نقاط خلافه على الطاولة لنصل إلى حلول الأسبوع القادم سيكون لنا دينا رئيس جديد قد يكون مجلس رئاسي أو قد تكون ثلاثة الأشهر للرئيس هادي أنا ألاحظ أن الحركة السياسية تدفع باتجاه عودة الرئيس هادي وعودة الحكومة وأعتقد أنه قد يعني يمكن الوصول إلى تسوية حول هذا الأمر إذا يعني تنازل أنصار الله عن بعض الأمر الميجانية كيف يمكن تسوية ذلك المواطن أنه إحنا لعبنا تكتيك فقط الحكومة والرئيس استقالت ثم عادت باتجاه أن الرئيس لم يغامر بهذا الأمر كتكتيك لا لا أنا أقول لك في إطار التحليل السياسي أوكي ممكن أن تقول مش قابل يقدر قادر يقبل الضغوط حتى أقيله أن أكون صريح معك أنه الطلب نائب رئيس أن يعين نائب رئيس وأنه هذه أحد أسباب الاستقالة تحليلياً هناك من ينظر أنه ما عاد أقدرش مش قابل أنا والحكومة قالت أنا مش قادرة وفي من يقرأها وإنت سياسي ومطلع في من يقرأها أنه تكتيك أنا أضع القوات تحت الضغط أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والواقع والداخل والخارج هيا شوفوا نشوف إيش ما تفعلوا على فرض أن ذلك التكتيك باعتقادي أنه آخر تكتيك يملكه الرئيس ورمى إنجاز التعبير بورقته الأخيرة أنا لا أريد أن أحلل هل هو تكتيك أو غير تكتيك أريد أن أقول أنه الرئيس اتخذ قراراً على الجميع أن يحترم هذا القرار ومن يريد أن يبقى الرئيس في منصبه أنصار الله وأي تيارات سياسية عليهم أن ينظروا ماذا يشترط وما هي الأمور التي يعمل في ظلها بصراحة لا يمكن لرئيس بس أنت ما قد تفرضك رئيس وحكومة وانت رئيس ستفرض وأنت مستغيل أنا أسألك رئيس شارع لا لا أنصار الله يقول أنا حتى استغربت أنه في المسينة مش موجود الخبر أن الرجل استغال ولا الحكومة استغلت وسمعت أطراف تقول مرحبة بال هذا من باب مثلاً أنظر هناك مشاهد غريبة مثلاً عندما يعلم الرئيس الجمهورية استغالتها وتعلن الحكومة استغالتها ولا يتم بث الخبر لا في القناة الفضائية اليمنية ولا في وكالة السباء الأنباء ولا في المسينة أنا أقول مثلاً للأخوة مثلاً اللجانة الثورية المسيطرة على مثلاً القناة وعلى وكالة الأنباء اليمنية سباء ما المانا لو كنتم نشرتم استغالة الرئيس وليس بالضرورة أن تنشروا من يحرضون عليكم أو يهاجمونكم لكن على الأقل خبر خبر ينشر أن الرئيس الجمهورية استغال يعني باعتقادي أنه تم تضيي بس أيضاً أنا شوف الوكالة والفضائية والمسيرة أيضاً أنا ما شفت الخبر فيه نعم نعم أنا باعتقادي أنه تم تضييق الخناق على الرئيس يعني بشكل غريب هل هو أنه لا يتعنينا أساساً الموضوع لا يعنينا؟ لا يعني هم اعتبروا أنه أساساً هم يقيمون ليس لديهم خبرة من يديرون سباء والفضائية اليمنية من أنصار الله فأي خبر ضدهم يعني لا يعرفون كيف يتعاملون معنا أنهم لا ينشرونه وهذا الأمر خطأ حتى للأطراف شوف رجع الرئيس رجعت الحكومة رجعنا إلى نقطة الصفر أنصار الله بكل يوم لديهم مركوا طلبات وفي جزء كبيرهم محققين وأنا أقول على فيما يتعلق بالشركة وأحيي على هذا الموضوع قد يختلف الناس على بعض الأمور لكن الشراكة من حقا أخي الكريم لكن عدنا إلى الصفر نعم اسمعني مسألة الشراكة للأسف في اللقاء الأخير عندما حضر المسشرون إلى سيد عبد الملك في صعدة كان كل الأطراف يعني تقريباً يتكلمون بعبارة عامة فالفاضة إنشائية أنا قلت لهم الخلاف هو على الشراكة وعلى السلطة لماذا لنتكلم بصريحة العبارة صح هناك نص أنه يجب أن يكون هناك شراكة أنتم رفضتم بشراكة أنصار الله الخلاف أولاً على الشراكة وعلى نسبتها قلت لنتفق اليوم على نسبة لأنصار الله ليكونوا يعني مشتركين في كل مؤسس الدولة بشكل واضح رد الدكتور عبد الكريم الأرياني للأسف قال كيف نشركهم مثلاً في الجيش ونستوعبهم يعني ونملشنا الجيش فقلت يا دكتور يعني وما حصل من بعد 2011 إلى 2003 ماذا تسمي تم إدخال عشرات الآلاف لتجمع اليمنين لإصلاح بعض أطراف السياسية الحليفة معه ولي علي محسن يعني وسألته هذا الكلام قلت عندما يدخل علي محسن عند الرئيس ويأمر له بتجنيد عشر ألف ما هو وزن علي محسن الأحمر تجاه وزن أنصار الله يعني وتحت أي شرعية تم استيعاب الإخوان المسلمين والتابع لعلي محسن الأحمر في 2011 يعني 2012 لم يكن هناك أي شرعية المبادرة الخليجية نصت على تحاصص الوزارات فقط لم تنصحلت على تحاصص كلا الوزارات ولا مدراء لكنهم تحاصصوا حتى الفراشي إذن عندما تكلمت يا دكتور عبد الكريم عن هذا الأمر باعتقادي أن هذه مراوغة وكنت واضحا معه بينما أنصار الله وعندما كنت معه قلت عندما نطالب بالشراكة نحن نستند إلى شرعية مؤتمر الحوار وعلى مخرجاته وأنتم ترفضون وهذا الكلام فيه مغالطة وفيه الدعاء وطنية ونزاهة الأمر مرهون بمرحلة انتقالية يجب أن يميز الناس وأنا أخاطب هنا المواطنين هناك مرحلة انتقالية يجب أن يتم استيعاب أنصار الله في كل مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية والعسكرية خلال هذه المرحلة ليشعروا أنهم جزء من الدولة حتى يسحبوا لجانهم الشعبية ويسقط هذا الاجدواج الحاصل في السلطة يجب أن نكون صريحين من يرفض إشراك أنصار الله في كل هذه المؤسسات ويتدمر من هذا الإشراك هو يدفع لبقاء أنصار الله مسيطرين عوهم بشكل موازن للدولة قبل أن تتبقى أنت مع بقاء الرئيس وبقاء الحكومة أنا مع أنا مع أنا مع أن يصلوا إلى تسوية وأنا نصحت مقربين من الرئيس مع تسوية معناه إذا في شراكة فالتقيت اليوم بمقربين من الرئيس ونصحتهم أنه يجب على الرئيس أن يفهم أنه لابد من إشراك أنصار الله بشكل حقيقي وللأسف من يضع الرئيس في هذا الفخ هو الأطراف السياسية إيش إجوعهم في مكتب الرئيس الأطراف السياسية على رأس من الإصلاح والناصري وبقية الأطراف السياسية وحتى المؤتمر إذا كان الإرياني بزيارته يمثل المؤتمر الشعبية العام والدكتورة عبدالله أحمد غانم كانوا يريدون عندما قالوا نعم سنشرك أنصار الله قلت لهم وقعوا على الاتفاق الآن رفضوا التوقيع للأسف الشديد قالوا نحن يعني مستشارين ولا نمثل أطرافنا السياسية نحيل الأمر على الرئيس الجمهورية قلت هذه مغالطة منكم وكنت واضحا معهم تريدون تحميل الرئيس وإعلامكم أقام معركة عليه بسبب تعيين زكريا الشامي الرئيس عندما يهاجم بهذا الشكل لن يتحمل المسؤولين هناك ضغط على الرئيس قعد بشراك أنصار الله أشعجوا عهم في مفتب الرئيس يعني هم بصراحة إيش منتظرينهم هم اعتبروا أن الرئيس استقال ويعني سألني الكثير منهم الرئيس استقال يعني عاد كمواطن ما الداعي لمحاصرته يعني لم أجد أحدا مثلا حول البيت لكنهم يقولون أن هناك غير مرئة محاصرة غير مرئة ومنع للرئيس بشكل واضح أنه لا يخرج من صنعاء وهو يرغب في زيارة الحديدة لا أدري لكضاء إجازة أو شيء من هذا القبيل أنا ليس لدي معلومات حول الموضوع لكنهم طرحوا هذا طرحوا الكل يوم طرح الأمر هذا علي أتمنى أن أن يعني إذا وسألوني الشعب اليمني كان منتظر يعني وهو تحمل منذ عام 2011 وتحمل حتى الجراعات وتحمل جانب الأمني والجانب وأنت تعرف عليه والمحروقات والكهرباء ووووو كان منتظر من الحكومة بأمانة والرئيسة وهذا ليس قصفاً إعلامياً ضد الرئيس ولا ضد الحكومة كان ينتظر أن يتم التعامل معها بشكل أكثر مسؤولية ليس التصرف كجانب سياسي أنا مستقيل والحكومة مستقلة هو الذي يذهب العالم إلى الجحيم لا استمعي في ذلك كان يفترض أن يكون يعني الخراج أو القناعة أو الرأي أو الموقف يعني بعمق أكبر أخي الكريم من دفع إلى هذا الفشل الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية لا أنكر هذا لكن من دفع إلى هذا الفشل هي الأطراف السياسية المشاركة في المبادرة الخليجية دفعته بقوة وفي الأخص تيار الأخوان المسلمين إلى إفشال هذا الوضع وعدم استيعاب أنصار الله حتى يصل المشهد إلى ما وصل إليه لماذا؟ ليكون أنصار الله وحدهم الذين يتحملون المسؤولية وهم يعرفون أن المجتمع الدولي ضدهم وأن الأقليم ضدهم وأن جزء كبير من داخل اليمن لا يزال ضدهم يعني يجب أن نفهم هذا الأمر وهم يراهنون أنهم إذا تحملوا المسؤولية سيفشلون وأنا هنا أقول لأنصار الله لا تنزعجوا من انتقاداتي أنا عندما أنتقد وأقول لا تتولوا السلطة لأن تولي السلطة يعني تتحملوا المسؤولية وإذا تحملتم المسؤولية الظروف غير مهيئة لنجاحكم دقياً كيف أنت عندك موثلين في الوزارات ثم تقول لهم لا تولوا السلطة يعني حتى المواطن يسأل أنت مثلاً أنصار الله ترفض دخول لحكومة بهينما لك موثلين لجانسعبية في الوزارات لا أنصار الله كانوا قابلين للدخول لحكومة إيه إيه إش الطريقة المثالية هم ميدانياً والآن الطريقة المثالية معروفة الأمنياً وميدانياً والشيكات والمالية ومسيطرة نعم نعم هم يعني يستطيعون أن يمنعون أشياء هذا أنا أتكلم إلى ما قبل استقالة الرئيس لكن لم يكنوا متحكمين في مثلا عملية إصلاح اقتصادي القرارات الدموذة نعم في النهاية لم يكنوا متحكمين بكل عملية وأنا طالبت بإنهاء هذا الإزدواج لكني أقول لهم إذا توليتم السلطة في هذه الظروف الحالية ستفشلون ليس للفشل كائن فيكم لكن لأن الأطراف المحيطة بكم ستعمل على إفشالكم وعندها القدرة للأسف على إفشالهم المواطن اليمني يا أخي البسيط عندما يحس أنه يحاصر من دول الإقليم عندما يحس أنه يمنع من السفر بسبب أن الحوثيين أصبحوا هم المسيطرين عندما المساعدات تتوقف القروض تقف يعني تحاول دول الإقليم بشكل أو بآخر محاصرة كما تحاصر مثلا إيران اليوم وتحصل أزمة اقتصادية ولا نتمكن من دفع المركز المواطن من سيحمل؟ سيحمل أنصار الله حتى ولو لم يكن لهم ذنب بس في نفس المنطقة أيضا دعني يكون صريحة معك مش معقول أنه أنا ألبي رقباتك كمجتمع دولي وكدول الإقليم ودول ذا عشان ترسلي مجموعة من الملايين الدولار أيضا أيضا المنطقة مهزوز كيف يعني؟ يعني مثلا الدول العشر أو أمريكا أو قطر أو أي دولة وتأفر أي إنكارة هذه الدولة دعمي مرهون بواحد نين ثلاثة أربعة أيضا المواطن المنطقة لا يمكن أن يقبل هذا الموضوع أخي الكريم أنا لا أراهن على أنت تخاف من عزلة أن يعزل اليوم؟ أنا لا أراهن فقط أنا لا أريد أن نراهن على الدعم الدولي نريد أن نتخلص منه لكن للأسف دول الخليج جعلت اليمن عالة في هذه السنوات الأخيرة حتى أصبح اقتصادنا فاجل هل تعرف أن الحصار ضد إيران جعل إيران اليوم دولة كبيرة على مستوى العالم؟ أنا أقول أنه هم فقط لن يكتفوا بقطع المساعدات هذا يعني لا يجوز أن نطالب بسمرار المساعدات هذا حقهم نعم لكني أخشى أن يعملوا على إفشالنا المسألة ليست فقط قطع المساعدات سيعملوا على إفشال مثلا أنا لماذا أقول لأنصال الله تقاربوا مع السعودية؟ السعودية بكل بساطة إذا وجدت أن هناك تصريحات من طرف سياسي من أنصال الله وأن هناك شطح لدى التصريحات واعتزاز بالقوة والتهجم على السعودية إذا رمت السعودية بخمسة ستة مليار دولار فقط لجماعات متطرفة جماعات سياسية ضد أنصار الله كم سيكلفنا هذا من ضحايا ومن دماء في النهاية؟ نحن بأن سندفع ثمانية أنا لا أريد أن يكونوا تابعين للسعودية أريد علاقة ندية أنا فهمت رأيك أنت لا تريد التقليل من التأثير الخارجي أكيد هذا أول استخفاء به هذا واقع عدم طبعا فرق بين إنبطاح للخارج وفرق عنه أنت تدرس الخارج تدرس الخارج ب عناية إيش تقديرك لموقف الدول مثلا أمريكا تقول أنه نراكب الوضع في اليمن السعودية طبعا ووفاة الملك في ترتيب للبيت مرتب أعلن عن ولي عهد وولي عهد أثاني ولكن العهد الجديد يحتاج إلى عيام لكن تقييمك للمواقف الأوروبية الإقليمية كيف قرأتها؟ باعتقادي أن الولايات المتحدة مشهورة بسرعان ما تبيع حلفاءها وأصدقائها كما حصل مع زين العابدين وحسنين بارك وهذا نصيحة أوجهها للرئيس هادي راهنت كثيرا على الولايات المتحدة الولايات المتحدة في بيانها ببصارة قارت نتمنى أن يحصل انتقال سلمي للسلطة ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه انتهاء يعني شيء عجيب وغريب أن لا يستوعب كل الناس أن المراهنة على أي دور أجليمي ودولي وجعله الأساس أنا لا أقلل من هذا الدور لكن لا يجب أن نجعله الأساس أن الراهن أمريكا إذا وصل أنصار الله إلى رأس السلطة ستحترمهم وستحاول أن تنزج علاقات معهم بغض النظر عن المواقف الأخرى هم يتعاملون بمنطلق المصلحة يعني في السياسة المبدأ عام باعتقاد يجب أن يفهمه الجميع أنه لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة لكن توجد مصالح دائمة فلا يجب المراهنة على الولايات المتحدة وعلى غيرها بالنسبة للمواقف السعودي باعتقاد أنه لم يتبلو الروع بعد بسبب واستقالة يعني الاستقالة جاءت في توقيت غير مناسب يعني وهو شيء قدر يعني لا أحد يستطيع أن يهقف أشكرك شكرا جزيلا على البخيتي مئات من الرسائل وأنا أشكر الذين تابعونا بالرسائل وغدا اللي لم نبثها الآن سنبثها غدا دائما الحوار ممتع معك أشكرك شكرا جزيلا وأشكركم مشاهدين الكرام وتحية طاقم العمل اليوم عبدالله الوادعي رأس فريق الإعداد نقله تحية ونوجه لإبراهيم الفقي ولكمال الصعفاني وللمصورين عندنا علي الحمامي وكمال الشبيبي أحييكم وغدا حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة